اشتركوا في القناة نخصصها لموضوع مهم يتعلق بالدور الذي يؤديه الوقف في النهضة العلمية للأمة المسلمة في هذه الحلقة نقف على الحيز الذي يمكن للوقف أن يشغله في العملية التعليمية في المجتمع الإسلامي أو الدولة وكيف لهذه الشعيرة أن تؤدي دورها في تفعيل النشاط العلمي وكذلك المسار الذي يمكن أن تسدكه النهضة انطلاقا من تأثيرات الوقف وأدواره الحديث عن هذا الموضوع يسعيدني الترحيب بضيف الحلقة الدكتور وهيب عبد الرحمن خوج عميده كلية الدراسات العليا للعلوم الوقفية مرحبا بكم دكتور أهلا وسهلا يا مرحبا أهلا وسهلا بكم والمشاهدين الله أتكون العافية أهلا وسهلا دكتور من حيث الأصل ما الحيز الذي يشغله الوقف كشعيرة خيرية الوقف الخيري في منظومة التعليمية في العملية التعليمية في المجتمع الإسلامي ما الدور الذي يمكن أن يشغله وأن يؤديه الحيز الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أولا أشكركم على إتاحة هذه الفرصة لإعطاء مساحة كافية للتعريف بالوقف ودوره في مجالات عدة للنهضة بالأمة التي تعطل دورها منذ عقود طويلة بل منذ دهر طويل جدا قبل سقوط الخلافة وكذلك بعدها بالنسبة لتعريف هذه الحيثية من خلال الانطلاق بالنهضة العلمية من خلال الوقف من درسة الوقف وتعريفه ينبغي لنا أن ندرك أمر مهم جدا وهو الوقف كيف يمكن له أن يساهم بصورة أكبر في إتاحة المجال الأوسع لترسيخ العلوم وكذلك النهضة بالأمة أمة النبي عليه الصلاة والسلام الوقف عادة للناس تنصرف أذهانها إلى أنه إلى الوقف الخيري هناك وقف خيري وهناك وقف استغلالي أي مستغل وهذا هو الوقف الذي يمكن أن يستثمر لنهضة الأمة وتفعيل دورها النهضة الوقف الخيري عادة ما يشغل مساحة كبيرة من أذهان الناس ومن مقاصدها التي تقصد به البر والخير والمقاصد التي هي أعلى من ذلك شأنا لتفعيل دور الوقف هو ما تغفل عنه الأمة ومنه المشاركة في النهضة العلمية وتوسع آفاقها وهو في النهاية أيضا وقف خيري هو وقف بل أنه وقف أكثر ثمرة من الوقف الخيري الذي لا يمكن أن يحرك أو يعود أجره إلا على الواقف أما الوقف الذي يتعدى مساره وبره وإحسانه هذا الذي تفتقده الأمة أو أنه قد تعطل دوره في إنتاج أمة كاملة لها كانت دور في الجهاد وفي العلم وفي تحقيق العزة والكرامة والاستقلال هذا الذي نقصده من الوقف المستغل أو الوقف الاستغلالي دور مسجد النبي عليه الصلاة والسلام والحرم المكي هذا في بلاد الحجاز عندما انطلق عندما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام ضيق عليه في مكة من آداء دوره من خلال أرويقة الحرم المكي نهض النبي عليه الصلاة والسلام بالهجرة إلى المدينة فأسس مسجد قباء أول مقدمه في بني عمر بن عوف وهذا سيأتي الحديث عنه طويلا إن شاء الله تعالى من قاصد الأوقاف الخيرية ثم أوقف أو بنى مسجده عليه الصلاة والسلام وهو المسجد النبوي لك أن تتخيل ما الذي أسهم فيه هذا المسجد النبوي من ريادة وقيادة وإثمار وإعمار على مسار تاريخ الأمة من تخريج علماء وطلبة وعقد مجالس وإعداد قادة وجيوش وترتيب أحوال الأمة من استشفاء ومن سؤال ومن فتوى ومن عقد كذلك مصير الأمة من خلال المسجد النبوي بل أنه تعد إلى اللعب في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لأنه عندما كان هذا التأسيس تأسيس وقف فعندما تأسس الوقف انطلقت الأمة من خلال هذا الوقف الذي به شع النور على مشارق الأرض ومغاربها الوقف له ما يحدده ويضبطه بل أنه له ما يمكن أن يعتمد عليه فلا يمكن التلاعب في ذلك أولا تحقيق شرط الواقف الأمر الآخر من الذي يعمل على تحقيق شرط الواقف واحترامه هم القضاء ما الذي يعني بعد تحقيق هذا الأمر الأمر الثالث هو أن الوقف اعتباره شخصيا باعتبار معنوي واعتداد به على أنه شخصية اعتبارية فلا يمكن العبث فيه ولا التلاعب به وهذا ما أسهم فيه هذا الوقف للانطلاقة مسيرة الأمة على طول التاريخ تحقيقا علميا ومسارا من خلال دور الكتاتيب ومن خلال دور القرآن ومن خلال المعاهد ومن خلال المدارس حتى أنه لما نهضت الأمة فقها ووقفا لإدراك دور الأمة عمد الصالحون والأخيار على وقف المدارس على وقف المدارس ولك أن تقرأ في الإمام النعيمي له كتاب في أوقاف المدارس بل ذكر مئات المدارس التي أوقفت من أجل التعليم والإمام الشافع له كلمة جميلة قال إذا العالم اشتغل بطلب بصله فلن يدرك مسألة فلن يدرك مسألة معل ذلك على أن العالم إذا لم يتفرغ لطلب العلم والإنتاج لأمة النبي عليه الصلاة والسلام من خلال ما يعد له من الوقف والرعاية والصيانة وكذلك حفظ موارده فلن ينهض المسيرة العلمية إلا إذا كان هناك ما يحميه كنت أريد أن أسألك عن وسائل الوقف في تحقيق التنمية العلمية وتحديدا كأساسية العملية التعليمية هل وسيلته في ذلك فقط المدارس أم أن المساجد والكتاتيب أم ثمة وسائل فوق هذه الوسائل أيضا تعدت إلى ما هو أعظم وأكبر حتى في الوقت الحديث حتى في العصر الحديث يعني جامعة الأزهر هي أحد آثار الوقف جامعة الزيتونة القرويين كل هذه من آثار الوقف بل أنها حتى المدارس التي كانت في الحجاز ولها أثرها إلى اليوم كانت تسمى بالمدرسة الصولطية والمدرسة الفلاح وإلى اليوم لها دورها وقد أخرجت وأنتجت علماء وأفاضل ووزراء وقادة على مد البصر وسمعهم وهذا ما لا يحصيه حاصن ولا يدركه مدرك لدور هذه المعاهد العلمية والمراكز سواء كانت بدءا من كتاتيب إلى جامعات بل أنه في التاريخ الحديث عندما تقرأ عن الجامعات الكبرى أو كبرى الجامعات مثلا جامعة هارفر أصولها قامت على ما يسمى بالحبوس والتبرعات أصولها ولها إنتاج علمي وفير غزير إلى اليوم حتى أن لها استثماراتها ولها اكتتاباتها ووسائل تنميتها وتحقيق مقاصدها من خلال ما قد أوقف على هذه الجامعة وهي من أكبر الجامعات وأقواها في الرسائل العلمية التي تقدمها إذا لا يتوقف هو المد العلمي أو النهضة العلمية والمسيرة العلمية بالنسبة للوقف لكن هو متى يبدأ الوقف لتحقيق رسالته عندما تتاح له الفرصة عندما تتاح له الفرصة فرصة الواقف بأن يوقف بوعي لا يحصر وقفه في مجال لا يتمكن أن يتعد أو يتنقل وهذا ربما دكتور مرتبط بصيغة الوقف والذي ربما أسألك عنها في مرحلة متقدمة من الحلقة لكن الآن في الدولة الإسلامية أو في المجتمع الإسلامي ثمت مستوى آخر غير المستوى الوقفي وهو مستوى الدعوة والدعاة هنا كيف يمكن تمييز العلاقة أو تكييف العلاقة بين ما تقدمه المؤسسات الوقفية من منتج علمي أو من نهضة علمية وبين الدعوة والمؤسسات الدعوة والدعوية كيف يمكن التكييف العلاقة بينهما في هذا الإطار من خلال الوقف نعم من خلال الوقف طبعا المسيرة العلمية إذا كانت مصحوبة بمد دعوي وروح دعوة هذا الذي يمكن له أن تثمره المشكلة عندما يفصم وتعمل الأمة على الفصل بين مسار الدعوة ومسار العلم أنا أقصد الأمة الإسلامية لا أقصده وحتى في العلوم الكونية نحن دائما يركز بعضهم أو في الغالب يركز بعضهم على أن الوقف وإذا كان من خلال الوقف العلمي يركزون على العلوم الشرعية هناك علوم كونية تحتاجه الأمة هناك تحتاج وقف للنبوغ العلمي ولرعاية الموهوبين ولرعاية من بهم يمكن أن تنهض الأمة نريد مهندسا مسلما وطبيبا مخلصا وطيارا ومحاربا ومقاتلا يتمتع بشجاعة ارتبطها ذلك بها ببركة الوقف الذي أعده وكونه ذكرنا من قبل على أن بعض الدول تحتضن أبنائها من خلال الوقف منذ نعومة الأظهار إلى أن يتخرج آخر مرحلة سواء كان المرحلة الجامعية أو ما بعدها وهو كل ذلك في رعاية الأوقاف وقد يوجد في بعض الدول الإسلامية مثل هذا المسار الآن لكنه لم يتحقق بصورة كافية لأن يكون شموليا أو عالميا لسبب تقصير الإعلام في آداء دوره لمثل هذه المعاهد العلمية والمدارس والكتاتيب لشعور الناس بأن هذه نهضة ينبغي أن تتحقق ولا نعول على أن هناك مؤامرات أو غيرها نعم هذا نعلمه بإخفاق دور الوقف وإبعاده عن الساحة لكن ندرك على أن هناك نهضة علمية تحتاج إلى إبراز معرفي وإعلامي لآداء دوره وتحقيق المناطبه يعني حتى تؤدي الأوقاف العلمية دورها في تحقيق النهضة العلمية في الأمة المسلمة لا شك أن هذه الأوقاف العلمية تحتاج إلى قدر كبير من الاستقلال سواء كان في تقرير المناهج رسم السياسات التعليمية أو حتى اختيار الوسائل التي من خلالها يمكن تمرير هذا المحتوى الذي تقدمه المؤسسات الوقفية كيف يمكن ضمان استقلالية المواقف فيما تقدمه من محتوى فيما ترسمه من مناهج فيما تخطه من سياسات تعليمية وهذا ينبغي أن يكون مدروسا وفق اتجاه الدولة من خلال وزارات التعليم أو إدارات التعليم ومن خلال يسور التفاهم بينه وبين وزارات الأوقاف التي هي معنية بشؤون الوقف في الدولة إذا كان هناك فصاما أو خصاما بين الوزارات في مثل تحقيق هذا الأمر فلن يتحقق لا يكون تحقيقه إلا بأن ترعى الدولة أي دولة إسلامية ترعى تحقيق أهداف وزارة الأوقاف لرعاية شؤون الواقفين وتحقيق أهدافهم ومرادهم مع ما تحقيقه السياسة العلمية إذن الوقف هنا لا يتمتع باستقلالية لا يتمتع باستقلالية بحكم الضغوط التي تمارس عليه بحكم الضغوط التي تمارس عليه أما الوقف إذا تمتع بال نحن نتكلم من حيث الأصل من حيث كما ينبغي أن يكون الوقف وليس من حيث الواقع الحالي الرهن إذا كان في الأصل فهو مستقل لا يمكن لأحد أن يعبث فيه لذلك الوقف يمتد أثره إلى ما شاء الله هذه الاستقلالية هي استقلالية شرعية دينية أم بمعنى أنه شرعا يجب أن يكون مستقل بمعنى تدخل فيه يأثم صاحبه أو يخالف الشريعة أم الاستقلالية أدبية لا المقصود بالاستقلالية حسب شرط الواقف لأن المقصود بالاستقلالية عدم الاعتداء عليه عدم الاعتداء عليه وعدم تحريف نص الواقف أو مخالفة مراده ما معنى الاعتداء عليه هنا؟ الاعتداء عليه بإزالة آثاره نقله طمس معالمه اغتصابه هذا الذي لا يجوزه لا يجوزه يعني يدخل ضمن أحكام الحرام نعم هذا يعتبر من باب المقصوبات إذا تعدي على الوقف بهذا الأمر يعتبر من باب المقصوبات وجرت عليه أحكام الغصب من أين يكتسب الوقف استقلاليته؟ يكتسب الوقف استقلاليته من قول النبي عليه الصلاة والسلام حبس أصلها وسبل ثمرتها فقالوا هذا يفيد التأبيد هذا يفيد التأبيد وإذا أفاد التأبيد أفاد التأبيد معنى ذلك على أنه اكتسب الاستقلالية والقوة أما كل مملوك فيجوز هبته وبيعه وتوريثه أما الوقف فلا يمكن له أن يكون ذلك لذلك أول وثيقة وقفية أعدها سيدنا عمر رضي الله عنه أرضاه تجد فيها عندما استشار النبي عليه الصلاة والسلام في أرض ثمق أو ثمغ التي بخيبر وقد هي أحظى أمواله عليه من الله رضوان فاستشار النبي عليه الصلاة والسلام فقال له حبس أصلها وسبل ثمرتها وسبل ثمرتها فكتب في وثيقته سيدنا عمر كتب على أن هذا المال هو وغيره من الأموال التي عند سيدنا عمر رضي الله عنه عند سيدنا عمر قال أنها لا تباع ولا توهب ولا تورث وعلى أن من وليا تمولها يأكل منها بالمعروف ثم ينفق منها يعني تولى رواية أنه ينفق على الفقراء والمساكين وابناء السبيل وذوي القربة معنى ذلك على أنها اكتسب جانب الاستقلال في تحقيق المقاصد للوقف أما بالتدخل في إدارة الوقف من غير مقاصد الواقف لأن الواقف شرطه يحترم الواقف شرطه محترم سواء كان واقفا شخصا اعتباريا أو مؤسسة أو دولة كل هذه شروط تحترم من قبل الإدارة التي ترعى شؤون الواقف أو سياسة توجيه شرط الواقف في ذلك تحدثت في البداية بأن الوقف غاب عن الأمة حتى ما قبل سقوط الدولة الإسلامية مع سقوط الدولة العثمانية لكن دكتور لماذا غابت أهمية الوقف في حياة المسلمين الإرهاصات والحيثيات التي أنتجت لنا هذا الغياب ما السبب؟ هو غياب دور الوقف بالتجهيل الذي جرى تجهيل الذي جرى على الأمة وكذلك بإيجاد فجوة بين الوعي وبين تحقيق المقصد من الوقف عادة الناس كثير من الواقفين وأهل الخير يرعى في وقفه الجهة الخيرية التي يمكن لنا أن نسميها أوقاف غير ناطقة لكن عندما يستشعر الإنسان على أن وقفه صحيح أنه يبقى أجره من خلال حديث النبي عليه الصلاة والسلام صدقة أنجارية هذا لا نختلف فيه وإن شاء الله تعالى بمد الله عز جل أنه لا ينقطع كمسجد كمستشفى كرباط خيري لعيواء المساكين والمحاويج والأرامل هذا لا نختلف عليه لكن عندما ترعى أوقاف للطرقات ترعى أوقاف للمعاهد العلمية لإخراج ورعاية الموهوبين للعلوم التطبيقية التي الأمة في حاجتها عندما تدشن أوقاف مثلها مثل الشركات الكبرى ما الذي يمنع أن تكون شركة من الشركات الكبرى هي أصلا وقفه هذا ما نجد أثره اليوم من خلال الشركات والمؤسسات التي بدأت تنتبه لهذا الأمر فتكون حصة من الحصص هي وقفية وجزء كبير جدا منها يكون وقفا لصناعة العزة والاستقلال في أمة النبي عليه الصلاة والسلام من خلال تفعيل دور الوقف على أنه لا يمكن أن يمارس عليه ما مورس عليه من قبل بأن الوقف محصور في جهة خيرية أو في الجهة الذرية الوقف له مستغلات كثيرة جدا من خلال النماء والتنمية والتطوير والاستثمار والعطاء الذي لا ينضب ولا يمكن أن يتعطل ما دام أن الوقف مستمر بالاستثمار والنماء والتطوير وقائم عليه من يرعاه وفق نظرية التحقيق العلمي والأكاديمي والريادي وهذه كلها مملوكة بآلات الإثمار والإعمار والعطاء تحدثت عن التجهيل كسبب غياب الوقف في حياة الأمة المسلمة لو حدثتنا عن هذه القضية أي تجهيل وكيف مورسة وتجهيل بماذا بالضبط؟ إما التجهيل ينقسم إلى أقسام كثيرة جدا منها التصطيح أننا تسطح الفكرة سواء للوقف ولغيره لكننا نعني الآن بدراسة الوقف تسطح الفكرة على أن الوقف له دور هامشي محصور في المسجد أو محصور في البناء والعقار وإما أن تصرف الأمة بمستغلات أموالها للاكتساب الشخصي وأن هذه أموال مستحقة ومدام أنها أموال مستحقة فهي تعود إلى من يستحقها من بعده وأن المجتمع غير مشارك فيها أن المجتمع غير مشارك فيها ولو علم كل أحد منا من أصحاب رؤوس الأموال وغيرهم ورجال الأعمال على أن هذه الأموال هي أصلا نماؤها من المجتمع لأنه مشاركة المجتمع لما نمى المال بأي نوع من أنواع التجارات أو المشاركات التي بها ثمرة المال الذي يملكه رجل الأعمال أو صاحب رأس المال فهذا من التجهيل إما يسري على البسطاء وإما يسري على من هم أعلى من ذلك حتى لو امتلك شهادات أكاديمية وامتلك شهادات علمية لأنه قصر في باب آداء دور الوقف وكل واحد منه تعطل لديه فقه دور الوقف وثمرته وتنميته ورعايته والقيام بحقه بما أمل الله عز وجل وطلب الله منه فهو مجهل فهو مجهل وكثير من الناس والشرائح عندما تتكلم عن دور الوقف يظل أن الوقف أرضاً مسبلة أو ثمرة مستحصلة أو يظل أنه بناء عقار أو شقة أو أي غير ذلك من الأمور التي هي يعتبرها ويعدها من الصدق الجاري المحصورة في حديث المسأسف وهو لا يفهم بعدها ولا فقه وطبعاً وما جرى على الأمة من تجهيل هو تجهيل بصرف الناس عن العلوم الشرعية وربطهم بالعلوم الحيوية وكذلك ما يجري عليهم من تسخيف كل من ينتمي وربط الوقف بالآلة بالحكم الشرعي فقط وهذا من الأخطاء التي نحن الآن نعانيها وهي جرت علينا هذا الأمر على أننا ما زلنا نتعلق بأن الوقف فقط من الأحكام الشرعية الوقف له دلالات كثيرة جدة وروافق كثيرة جدا يتعلق بالتسويق وبالاستثمار وبالتنمية وبالتطوير وبالسياسة وبالاقتصاد وبالإعلام كل ذلك يخدم دوار الوقف لا فقط يتعلق بأحكام ما يمكن وقفه ما لا يمكن وأحكام الناظر وأحكام المشرف وأحكام الشرعية التي تناول الوقف على المذاهب الأربع وغيرها لا ليست هذا هذا جزء من الأجزاء في الوقف أما الوقف هو أبعاده عظيمة جدا هو شركة عالمية يمكن للأمة كلها أن تنضم تحت لوائها متى غاب الوقف أو انحسر دوره في حياة الأمة المسلمة هل ذلك هذا غياب والانحسار مرتبط بمرحلة ما بعد الأزمنة الفاضلة بدأ الوقف و لا سيما عندما تجرأ الحكام على التعدي الأزمنة الفاضلة تقصد بها الخلافة الرشيدة فقط و ما بعدها و ما بعدها بقليل بعد ذلك تعدى هذا الأمر من الحكام عندما طمعوا في الأوقاف فتعدوا عليه إما أن يكون لتصفية حسابات لنزاعات كما وقعت المواقع بين الطالبيين و بين الأمويين و ما بعدهم بين بن العباس و بين الأمويين و ما جرأ على ذلك ما بعدها من دولة البيوهية و غيره في مراحل قديمة جدا مراحل باكرة جدا من حيات الأمة المسلمة تعطلت حتى اندثرت أوقاف اندثرت أوقاف سيدنا علي لا يدرأ أين هي أوقاف سيدنا عثمان غير بئرومة لا يعلم عنه أوقاف النبي عليه الصلاة والسلام كثير منها تعطلت لا يعلم عنها لأنها تعدى عليها بسبب بسطة النفوذ و تصفية الحسابات و الصراعات و النزاعات و الانتقام و التشفي و قد يكون من أسباب الاحتلال و آدات الاستخرابة التي حصلت في بلاد العالم الإسلامي ما تقدم منها و ما تأخر لا سما في بداية القرن التاسع عشر و ما ومت له طمست و عمل المستخرب على طمس معالم علوء الوقف و الاستئثار به و حتى لما أتى من أتى ممن عينهم المستخرب لإدارة شؤون حكم البلاد المسلمين عملوا على هذه الوظيفة على أنهم أول ما يعملون بقضية مصادرة الأوقاف و تنصي معالمها بل أنه يحكى بعض لما يؤلم على أن أجلكم الله نوادي ليلية و غيرها من هذه المظاهر يعني ما يسمى المستقدرات قائمة على أراضي أوقاف قائمة على أراضي أوقاف في العالم الإسلامي العالم الإسلامي أثبتت بحجج و وثائق دل على تفريط أهل العلم أو خوفهم أو الأثرة بما هم فيه أو الضن بملكهم كما وصف حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصف هيرقل قال ظن بملكه الخبيث فكذلك ظنوا بمناصبهم عن تحقيق العدالة في دور الوقف و تأثيره و علم هؤلاء كلهم على أن دور الوقف إذا وجد من يخدمه و يعمل عليه هو دور الرياضي إذن غياب الوقف يتحمل مسؤولية ذاتية إسلامية و ليست خارجية ليست مرتبطة بدخول الاستعمار إلى بلاد المسلمين و إنما هي مسألة ذاتية خلافات بينية و صراعات داخلية بينية هذا الذي يحدث هو إسقاط هوية هو إسقاط هوية و العمل على نسيانها و فقد الذاك كعمل أي جهة تريد أن تصف حساباتها مع جهة يعني قامت بسط نفوذها فيه هذا ما تعمل به أول ما تعمل عليه حقيقة نقاط مهمة أريد أن أسألك عن الأثار العلمية و النفسية التي خلفها غياب هذه الأوقاف في حياة الأمة المسلمة و لكن ليس قبل أن أذهب إلى الفاصل لو أذنت لي هذا فاصل قصير نعود إليكم بعد قليل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر على القمر نايل سات 12380 أفقي ترجمة نانسي قنقر أسعدكم الله ما زلنا و إياكم في الحديث عن دور الوقف الخيري في النهضة العلمية و الحديث دائما مع الدكتور و هيب عبد الرحمن خوج عميد كلية الدراسات العليا للعلوم الوقفية مرحبا بكم مرة أخرى دكتور مرحبا بكم الله أعطيكم العافية أهلا وسهلا قبل أن نذهب إلى الفاصل تحدثت عن الدور المركزي للمسلمين بل جل الدور بل كل الدور الذي يتحمله المسلمون أنفسهم في انحسار الوقف و حضور الوقف في حياة الأمة المسلمة أريد أن أسألك عن الآثار التي ترتبت عن غياب هذا الدور عن واقع المسلمين و في حياتهم نعم أول مظهر و خاصة الآثار العلمية نعم أول مظهر من مظاهري هذا التعطيل دوري الوقف هو الركون إلى العلوم التي قد لا تكون لها خدمة في المجتمع و حاجة المجتمع لها و تعلق الاستثمار في مسار العلم فأصبحت الجامعات و المدارس مرتعا للاستثمار فيها و نقطة استثمارية تجارية على حساب الطلاب و الطالبات فيما لو كان الوقف حاضرا كيف ما الفرق فلو كان لو فعل دور الوقف كما هو في بعض الجهات الدول الإسلامية الملموس أثرها الآن فلو فعل الوقف لنهضت الأمة لمن تعطلت بهم الحاجة عن إخراج نماذج نبوغ يمكن لها أن تخدم مسار العلم بما لا يمكن إغفاله في وقت من الأوقات دلالة ذلك دلالة ذلك أن الأمة في حاجة إلى يعني لا سيما في الطبقات المتوسطة أو ما دون المتوسطة تحتاج إلى علماء في مجال الفيزياء و الكيميا و الفضاء وغير كل هؤلاء عندما لا يخدمهم المجال العلمي من جهة الحكومة ولا يمكن هناك للمانحين أن يخدم هؤلاء فمن يبقى لهم غير الوقف فإذا لم يوجد الوقف بآلته الفاعلة لخدمة هؤلاء الطلاب لا بد أن تنتشر الأمية ويرتفع سقفها لا بد أن تنتشر الأمية ويرتفع سقفها كما هم الموس الآن الوطن العربي والوطن الإسلامي غني وثري بالكوادر وبالعقول والدليل على ذلك التجربة أن أبنائنا وبناتنا عندما أوتيحت لهم الفرصة في دول الغرب وفي غيرها قد نبغوا وأحازوا الدرجات العليا في ذلك وأخرجوا علماء بشهادات العليا وتفوقوا على أبنائي ذلك الوطن الذي ذهبوا إليه من هم أحوج إلى هؤلاء لماذا هجرت هذه العقول في ظل تعطل الوقف لو كان هناك وقف تبنىهم وتبنى مستقبلهم ولا هاجرت العقول في ظل التضييق عليهم في ظل هذا التضييق الذي نضيق بإما ماديا وإما بنحسار الأفق الذي يمكن له أن يؤدي دوره علميا طيب هذا كلام جميل وهو يسوقني إلى السؤال الذي كنت أريد أن أطرحه عليك اليوم المسلمون في مجال الحركة العلمية هم في ذيل القائمة ذيل قائمة الأمم تقريبا متخلفون علميا بقدر كبير كيف يمكن تجسير هذه الهوة بين المسلمين وبين الأمم الأخرى انطلاقا من الوقف انطلاقا من الوقف و دوره في هذه القضية فيما في الزمن الماضي في الزمن الماضي عندما كانت الخلافة بعزها و الدول الإسلامية بتمكنها من القيادة و الريادة كان يقصدها المشرق و المغرب للاستزازة من العلوم لنبوغهم في ذلك كله عندما تبحث في هذا في أسباب هذا الأمر تجد أن وراءه وقفا يرعى طالبا أو يرعى عالما أو يرعى مجموعة مؤسسة وهذا بلا إغفال و ليس هناك شطط ولا مبالغة المبالغة إذا لم تكن تتمكن في حيز العمل النشاط العلمي فليست مبالغة و كذلك الشطط عندما نغفل دور الوقف في إنتاجه و ثمرته العلمية التي قد قرأنا عنها في التاريخ و لم نستدرك إلا في العصور المتأخرة إغفال دور الوقف في أداء دوره و تفعيل دوره و هذا المقصود و هذا المقصود الذي تعطل به دور الوقف في النهضة العلمية الشاملة بالرغم من حديثك دكتور عن أن الوقف تعرض للاعتداء حتى في مراحل باكرة من حياة الأمة الإسلامية إلا أن التاريخ ينبئ بأن الوقف قام بدور كبير في مجال النهضة العلمية في الأمة الإسلامية أريد أن أسألك إذا ما أراد المسلمون اليوم أن يستعيدوا هذا الوقف من الماضي لكي يستشرفوا المستقبل هل ينبغي عليهم أن يقرأوا التجربة الإسلامية التاريخية في التعامل مع الوقف أم أنهم ينبغي أن يقدموا استقراءا جديدا حديثا لقضية الوقف حتى يكون أساسا لأي نهضة علمية ممكنة صدقا أستاذنا الفاضل الذي لا يمكن أن يغفاله ولا تجاهله أن الأمة تمتلك كوادر كوادر معدة لإدارة الوقف والاستثمار فيه والتنمية وتمتلك الأموال التي يمكن لها أن تصنع كيانا بمد جسور بدون انقطاع وبدون تضعضع على مسار التاريخ ولسنا في حاجة للاستقراء إلا للتبرك والاستشرف أما لموضوع قضية على أن نصنع نهضة حديثة نحن قادرون لأن الأمة تمتلك كوادر كيف يمكن أن يؤدي الوقف هذا الدور في مسيرة النهضة لأن المسلمون اليوم يحاولون كثيرا لكن أحيانا يتعثرون أحيانا ينجحون نجاحا جزئيا ثم في المحصلة ما زاد المسلمون المتخلفين عن الركب كيف يمكن تحقيق هذه النهضة من هذا الوقف ما له من أهمية كما تفضلت ما هو تضامن تضامن العمل المؤسسي للإنفراد كيف وتكامله هناك مؤسسات وقفية رائدة قائمة ومؤسسات علمية تخدم العلوم الوقفية قائمة وبحوث قد ضاقت بها المكتبات في مجال الوقف من رسائل علمية ومن بحوث مطلقة قد ضاقت بها المكتبات لكن ليس هناك ليس هناك ببلوغرافيا متوحد لجمع هذه الدراسات وتفعيلها وليس هناك رابطة تجمع المؤسسات الوقفية ولا كيان مشمول بوحدة العمل والتكامل فيه ما نقص عندي أكمله يكمله فلان وما يمكن يحتاج لفلان من الكوادر يحتاجه من المؤسسة التي ترعى الدور الوقفي سواء كان في المجال الخيري أو في المجال الاستثماري التنموي وكل ذلك مما يصنع يعني رابطة لبحث مجال الوقف في دور هذه الأمة المؤسسات قائمة والكوادر موجودة كوادر علمية وكوادر استثمارية وكوادر تسويقية وكوادر مالية كل هذا موجود لكن تحتاج الأمة لأن تأتلف رابطة توحد بين هذه الجهود حتى يمكن تقليص الفارق في العمل المؤسسي للوقف ودوره وهذه الإشكالية ينقغي أن يبحثها من هم أصحاب الرياضة الآن في المجتمع في المجتمع الإسلامي وصحاب القيادة في تكوين فكر الوقف لدى الأمة وهذا مشكورين عليه موجود يوجد من خلال الندوات والمؤتمرات ومن خلال البحوث ومن خلال الاجتماعات وعلى يعني علم على تقريبا في مشارق الأرض ومغاربة في العالم الإسلامي لكن إلى الآن لم نلمس جهدا واضحا في توحيد هذه هذه الجهود لإفراز دراسات تعنى بطلبة العلم وغير ليس المقصود به دعم فقط دعم الفكرة الوقفية أو البحث الوقفي أو دعم طالب من الطلاب أو منح عشر أو عشرين من الطلاب لا الأمة في أكثر من هذا لحاجة نحن في حاجة في بناء مؤسسات وقفية ترعى ترعى مئات الطلاب في علوم شتى وليس فقط في العلوم الشرعية العلوم الشرعية تكفلها الجامعات الوطنية والجامعات المؤسسات الدولة لكن نحن في حاجة إلى أن ترعى علوم الأمة تحتاجها وتستغني بها عن الآخر يعني نحن بحاجة إلى النهضة بالوقف قبل الحديث عن النهضة علمية هذا الله فتح طيب هل يمكن النهوض بالوقف بعيدا عن المؤسسات الحكومية والرسمية انطلاقة من العمل الأهلي في ظل ارتهان الناس بالدولة فلا يمكن العمل بانفصال عنها لا سيمة في هذه الأيام ريادة الدولة مهمة وقيادتها وتوجيهها مهم في صنع ثمرة الوقف فتناغم سياسة الدولة مع تحقيق المقاصد الهادفة من الوقف والمؤسسي هذا مهم جدا لأن هذا مما يصنع التكامل ويصنع القوة والإنداد وهذه بعض الدول المشكورة دول إسلامية عملت على مد مؤسسات الوقف في ذلك مثله؟ يعني مثل الدول التي اهتمت بالوقف ماليزيا نعم باكستان المملكة العربية السعودية كذلك قطر غيرها من الدول التي تعمل على وتركيا أيضا وتركيا طبعا تركيا دولة الأوقاف تركيا دولة الأوقاف وكذلك دولة الإمارات العربية المتحدة لها دور في الأوقاف كل هذه الدول لها تكامل لكن ما زال ينقصها الحد الأعلى والسقف الأعلى في صنع تجربة مثالية لإخراج أمة يمكن لها أن يستفاد منها لكن قبل الحديث عن أداء الوقف دوره في النهضة العلمية في الأمة المسلمة ثم قد يكون سائل أن العالم الإسلامي يعج بظاهرة الأمية انتشار الأمية ماذا عن دور الأوقاف في مكافحة هذه الظاهرة التي تفتك بالمجتمعات الإسلامية؟ هي تعمل لكن على استحياء وتعمل بدون كما ذكرت من قبل الدور ليس ملموسا بصورة جوهرية على الساحة كغيره من مظاهر المظاهر العكسية التي تنم يعني مثلا ارتفاع سقف الأمية ما الذي استدعى أن يكتب عنه ويشار إليه بأنها ظاهرة يعني مؤشر خطير إلا أن الوقف لم يماثل أو يكافئ مثل هذا الصنيع فبالتالي ارتفاع سقف الأمية أهوى بسقف أو حجم دور الوقف الوقف له دور في مكافحة الأمية ورفع شأن التعليم والدعوة إليه لكن للأسف إلى الآن يحتاج إلى توظيف قدرات أكبر وأعظم وأعلى من هذا الشأن لو عدنا إلى الواقع قليلا دكتور يعني اليوم المسلمون ينفقون كثيرا جدا من أموالهم على الطعام والشراب واللباس والرفاهية والتسلية وكثيرا من ثانويات الأمور ويزهدون في إنفاقهم على مجال التعليم وحتى من ينفق أمواله على مجال التعليم بالنسبة لأبنائهم فإنهم ينفقونها لأهداف فردية تتعلق بمستقبل أبنائهم المالي وليس في سياق أممي إسلامي ينفقون هذه الأموال حتى ينشئوا جيلا يخدم الأمة الإسلامية ويوحد منها ما تفرق السؤال هو كيف يمكن للوقف أن يؤدي دوره في تصحيح القائمين على الوقف والدعاة والعلماء أن يؤدي دوره في تصحيح هذه المفاهيم والتصورات المتعلقة بالإنفاق بين عموم المسلمين وعواملهم من يعني يقود الوقف ويعمل عليه أو يتبنى فكر الوقف ينبغي كما أن مجال الدعوة ينزل الناس إلى الأدغال وإلى المفازات للدعوة إلى الله عز وجل وإخراج الناس من الظلمات إلى النور يحتاج الوقف لقيادات وريادات أن تنزل إلى المجتمع وتشارك بتفاعل اجتماعي لتبعية الناس بدور الوقف وعلى أن دورهم الاجتماعي مهم جدا وأن المكتسب المالي ليس مكتسب فردي ولا بجهد فردي هو مكتسب اجتماعي ومن حق المجتمع عليك مشاركته بهذا المال لا يمنع الإنسان يعني وفق المنظومة الشرعية التي لا يمكن أن يتخلى عنها الإنسان لا يمنع الإنسان أن يأكل أو يشرب أو يطعم أو يكتسي أو يعلم أبناء وجيله لكن ليعلم أن تعليمه لأبنائه هو جزء بل هو أصغر جزء من مشاركته في تعليم أبناء المسلمين لأنه يحقق الأمانة لأبنائه ومن حوله هناك أمران إذا تخلف دور الدولة أو المؤسسات عن القيام بهما ظهر الطغيان في المجتمع التعليم والصحة فإذا تخلف دور الدولة أو المؤسسات في القيام برعايتهما انتشرت الرذيلة وانتشرت الجريمة وكسد العلم وفشت البطالة وظهر الجوع هل يمكن أن يتصور أن دول عربية تنضح بالثروات تحصل فيها مجاعة أو أن يتسول أبناؤها لكن نقطة مهمة دكتور أنت قلت دائما ما تربط عمل الوقف في مسال النهضة العلمية في الأمة المسلمة بالدولة طيب الدولة الآن لديها الكثير من المؤسسات العلمية لكنها أخفقت في إنتاج أي نهضة علمية حقيقية ولو بصيص أو جزء من هذه النهضة يعني ما فائدة الوقف ما الفرق بين الوقف وبين مؤسسات الدولة العادية إذا ما كان الوقف في نهاية الأمر يعود في المبتدأ وفي النتيجة إلى الدولة نحن لا نريد أن نخرج عن الإطار لأن نحن نعيش وفق وفق يعني إذا ما الفرق ما الفرق بين الجامعات مثلا والمدارس الحكومية وبين الجامعات المدارس الوقفية ما الفرق آه الله يفتع لي الوقف إذا أعطي الفرصة تميز وإذا أتيحت له المجالات التي يمكن أن يتوسع فيها كيف يكون هذا التميز لو تشرح لنا يعني آلية هذا التميز نعم هو أول ما يكون بناء الاستقلالية بناء الاستقلالية وإعطاء الوسام العمل الجماعي من خلال التخصة يعني ما يسمى بالخصخصة خارج إطار عمل الدولة لإنتاج يعني كأنه رافض للدولة إذا شعرت الدولة أي دولة بأن الوقف هو رافض لها ستعطيه هذا المسار لكن للأسف يمكن أن يطمع في مجال الوقف إذا حقق هذه المقاصد وهذا ما حصل على مر التاريخ كل دولة تعالت بالطغيان على مسار الوقف واغتصابه وتمسي معلمه أو الاستئثار به وإلغاء حجية ووثيقة الوقف حتى تمر الأجيال وتجهل أن هذا وقف لكن أفهم من كلامك دكتور يعني وهيب أن الوقف فعالية الوقف ووجوده وتثميره وإتيانه مقاصد التي جعل من أجل تحقيقها مرتبط إلى حد كبير بل يكون مرتبط كليا بوجود بيئة سياسية نظام حكم يقوم على التقوى والصلاح هذا المفترض هذا المفترض لذلك أنا قلت لك دوره دور الوقف عندما كانت الأزمنة الفاضلة كان له دور لا يمكن لك إلا أن تقرأ عند قراءة التاريخ ودور الوقف تعجب عجبا كبيرا جدا فيما كان يؤديه هذا الدور دور الوقف دور مؤسسة متكاملة بمنظومة دولة وهذا بلا مبالغة بلا مبالغة حتى في الأوقاف الأوقاف الفردية حتى في الأوقاف الفردية أنتجت إنتاجا وإعمارا وإثمارا كبيرا جدا وهذا ما حققته ما حققته أدوار التاريخ سواء من خلال المدارس والكتاتيب ومن خلال الأوقاف الخيرية الأوقاف الذرية التناغم الاجتماعي المؤسسات كل ذلك كان له دور الوقف في نتاجه وإعماره و هذا كله كان يعود إلى طبيعة الحكم و طبيعة الدولة نعم لكن عندما تكون هناك نفرة و ليس هناك وفاق بين مفهوم الوقف و أداء دوره لخدمة الدولة و أن الدولة عدت هذا أنها أحد الموارد التي يمكن أن تستأثر بها سيضيع الوقف طبعا و لا يؤدي دوره نعم وصلنا إلى الفاصل الأخير لو أذنت لي وصلنا إلى الفاصل الأخير نستكبل ما تبقى من الحلقة بعد قليل أهلا و سهلا بكم إلى الجزء الأخير من هذه الحلقة دكتور وهيب حينما يتم الحديث عن دور الوقف في تنشيط الحركة العلمية و في تطوير التفكير لدى المسلمين هل يلزم من ذلك تأثير هوية هذه النهضة يعني هذه النهضة أن تتأثر هويتها و شكلها و طبيعتها و لونها و مذاقها بهذا الدور الذي يؤديه الوقف ما المانع ما المانع أن تكون هناك صبغة على المشاريع سواء كانت المشاريع المؤسسة الخاصة أو المؤسسة العامة التي ترعاها الدولة أو ترعاها المؤسسات الخاصة ما المانع أن تكون هناك صبغة على جميع هذه الأمور أو أوقاف أن يكون هناك مؤسسة تعليمية وقف و هناك بنك للأوقاف هناك شركة طيران للأوقاف هناك شركة اقتصادية استثمارية للأوقاف ما المانع في ذلك أن تثمر أموال الأوقاف من خلال هذه المؤسسات الخاصة برعاية متكاملة مع كوادر تحقق دورها لأن الأمة لا تنقصها كوادر لكن الكوادر إما أن حجم دورها عن العمل والعطاء وإما أن تكون الكوادر هي غير مؤهلة للعمل في مجال الوقف بالفكرة التي يحتاجها الوقف أفقياً ورأسياً كذلك للامتداد والتوسع الوقف صبغته أو الأمة بصبغتها العالمية على أنها وقف لا يمنع أن تصطبغ بها وش الإشكال؟ الإشكال في عدم صبغة الأمة بصورة الوقف هو هذا الإشكال عندما تعطل دور الأمة عن تحقيق الوقف ودوره ظهر لنا الجهل، ظهر لنا الفقر، ظهر لنا العوز، ظهر لنا الهوان الاستكانة، ذل، كل ذلك ظهر لأن الوقف لم يتحقق منه أو لم يحقق منه الدور الذي يطلبه أو ينشده أو هو أصلاً مستعد لأدائه الوقف كيف يمكن إعادة إحياء الوقف في ضمير المسلمين، في وعيهم، في حياتهم؟ يعني كيف يمكن إعادة بعث الاهتمام في نفوس المسلمين بهذه الشعيرة؟ الناس عندها مشاعر الخير قائمة، وضمائرها حية، وهذا ما لمسناه لكن أهم ما يكون هو توجيه الناس إلى الدور الفاعل للوقف يعني الدور التوعوي أن يشارك في ذلك الناس في قضية توعية اجتماعية عامة مثل المحاضرات التي تلقى وتعدن خلال المنابر الإعلامية يعني كما مثلاً هذا البرنامج قامت به القناة لتوعية الناس هو جزء من ثقافة المجتمع بالوقف وأدائه ودوره الوقف ليس المقصود على أنه يحقق دوراً خيرياً ينتج منه ثمار الصالحات المقصورة وإنما عندما يثقف الناس على أن الوقف له دور عالمي، دور أممي، دور كوني من خلال البرامج التعليمية، من خلال النهضة، من خلال إعداد القادة ورعاية الجيل، كل هذا الدور يمكن له أن يساهم به من كوادر لتوعية الناس، كل في حيزي، لو أنا جلست مع عائلتي وفلان جلس مع عائلتي، ثم تطور ذلك من خلال المسجد، من خلال الحي من خلال المدينة، تعقد الاجتماعات والندوات والمحاضرات لتوعية الناس بدور الوقف، وعلى أن الوقف ليس محصوراً في الأداء الخير فقط وإنما له دور الأعظم الأكبر من هذا النجال في هذا السياق، بقي على نهاية الحلقة دقيقتان في هاتين الدقيقتين، ما الذي يمكن أن تتحدثنا فيه عن هذا الموضوع مما لم نسألك عنه في هذه الحلقة؟ أنا بالنسبة لدورك مستشار للأوقاف ونحن نعد الآن لما يطور الأوقاف وينميها في المجتمع لمشاركتي في أمور كثيرة جداً وجدت على أن الساحة، وإن كانت هناك فيها مؤسسات وقيم مشكورين على ذلك في كثير من أنحاء حتى أنه على المستوى المالي الكبير يعني لنسبة للبنوك ولغيرها والمؤسسات المالية والشركات قامت بدورها، لكن الذي أرجوه رجاء خاصة على أن يتولى أصحاب الفقه والعلمي ومن لهم آلة للتأثير في المجتمع من خلال المنابر الإعلامية التوعية بأهداف الوقف ومجالاته وطرقه وشرحه شرحاً تاماً سواء كان علمياً أكاديمياً بأي منظومة مما يرونها من خلال الدورات، من خلال الدبلومات التي تعقد في دور التنمية البشرية كما أنه تعقد دورات الآن من الدورات الحيوية التي يحتاجها المجتمع والمتخصصون، كذلك ينبغي أن نخرج للناس خامات من هذه الخامات التي يحتاجها المجتمع وهي لأداء دور الوقف القيامي وأنا بدوري ينبغي لي أن أشكرك شكراً جزيلاً على ما أفضت به في هذه الحلقة دكتور الله يحفظه مشاهدي الكرام، وصلنا إلى ختم هذه الحلقة التي أشكر في نهايتها ضيفية المكرم الدكتور وهيب عبد الرحمن خوج عميد كلية الدراسات العلية للعلوم الوقفية شكراً لكم في حراسة الله تعالى اشتركوا في القناة